السلام عليكم بعد تحريك أسعار المواد البترولية تعرف على سعر أسطوانة البتأجاز الجديد أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنازين والسولار تماشيا مع الأسعار العالمية وذلك بعد تأجيل زيادة لأكثر من مرة سعر أسطوانة البتأجاز الجديد بعد زيادة الأخيرة حيث وصل لمئبل 75 جنيه أي بزيادة 26% عن السعر القديم فتح العداد بثمانية نقطة 5 جنيه التعريفة الجديدة للتكسي الأبيض الجديدة بالجيزة أخباركما تم تحريك سعر السولار ليكون عشر جنيهات بدلا من ثمانية جنيهات وخمسة وعشرين قرشا فيما تم تحريك سعر البنازين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل الرقم أوكتان ويأتي قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث أهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما سعر العالمي لبراميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم